منذ أيام أعلنت المملكة العربية السعودية عن فتح الطيران المباشر ما بين مصر وسعودية بدون الحاجة لقضاء 14 يوم خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة خمسة أيام وبدون الحاجة للسفر عبر دولة تلتة وسيطة كما كان من قبله بينطبق الأمر هذا على المقيمين وغير المقيمين أي على المقيمين والزيارات وبناء على هذا القرار أقلعت اليوم الأول من ديسمبر أولى الرحلات المصرية المباشرة للمملكة العربية السعودية لكن هناك ثمان شروط وضعتهم المملكة ليتبعها المسافرين قبل السفر وعندوا الوصول لدولة السعودية لمعرفة الإجراءات والشروط تابعونا بعد الفاصل أهلا بكم أنا أحمد شرباطلي ودي التفاصيل قبل صدور القرارات الجديدة بخصوص الصفر المباشر إلى السعودية كانت هناك بعض الشروط بتفرض على غير المقيمين القادمين من مصر كضرورة الصفر إلى دولة تلتة كمحطة لمدة يوم خلال الصفر القادم من مصر والإقامة بحجر مؤسسي داخل هذه الدولة ثم الانتقال بعدها إلى المملكة والخضوع فيها لحجر مؤسسي جديد وكان الحجر المؤسسي في الدولة التلتة هو داخل المملكة أحد أهم شروط الصفر للمملكة واللي بتنطبق على جميع القادمين من مصر سواء كان المسافر مقيم أو غير مقيم حيث كانت مصر ضمن مجموعة من الدول التي اتخذت السعودية قرار بتعليق الطيران المباشر معها في ضوء الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وقد تغيرت تلك القيود بعد استقرار الوضع الوبائي في تلك الدول وللصفر المباشر من مصر للمملكة يجب إنهاء بعض الإجراءات التي يجب أن يتبعها المسافر قبل الصفر وعنده الوصول إلى المملكة أول حاجة عملية مسحة اللي هي بي سي آر لفيروس كورونا قبل موعد الصفر بـ 72 ساعة التسجيل على بنصة قدوم الإلكترونية قبل الصفر الحجز بأحد الفنادق المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية لمدة خمسة أيام لقضاء الحجر الصحي المؤسسي بها إذا كان محصن بأحد التطعيمات المعتمدة بالسعودية يجب حصوله على شهادة شملة للـ QR Code وإذا كان غير محصن عليه أخذ أول جرعة تطعيم عند وصوله المملكة خلال مدة الحجر الصحي المؤسسي أخيرا بقى عمل مسحة الـ PCR في اليوم الخامس من الحجر الصحي المؤسسي وجاء قرار السلطات السعودية المختص بالسماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من ست دول دون الحاجة إلى قضاء 14 يوم خارجها قبل الدخول وجاءت قائمة الدول لتشمل مصر وإندونيسيا والبرازيل وباكستان وفيتنام والهند شكرا لكم طيب المتابعة كان معكم أحمد الشربط ليك اشتركوا في القناة